التخطيئة العامة لدور المجموعات أنت وقفت عن كذا نقطة؟ يعني توقفت كذا نقطة من دور المجموعات؟ أه طبعا كان فيه بعض الأخبار والأرقام اللطيفة اللي ممكن نقولها ليه حلوة لطيفة حاجة جدا بسراحة يعني إنجلترا كمنتخب تأهل لدور الستاشر وهو جايب هدفين بس؟ دنمارك اتأهلت وهي خسرانة أول جولتين مفيش منتخب في تاريخ اليورو خسر أول جولتين في دور المجموعات وتأهل ماركين دوبرافكا رغم طبعا الانتقادات الكتيرة اللي تم توجيهها له طبعا بالخطأ العكسي اللي عمله في مباراة أسبانيا عمل رقم كياسي بأنه هو أول حارس في تاريخ اليورو في مباراة واحدة يصد رقلة جزائم المنافس ويتسبب في هدف عكسي إيطاليا كمان حققت عدلة رقم كياسي كانت حققته في الفترة ما بين ألف تسعمية خمسة وتلاتين لألف تسعمية تسعة وتلاتين بين هما لعبوا تلاتين مباراة رسمية متتالية بدون هزيمة هولندا بتحقق أفضل انطلاق عليها للمرة التالتة على التوالي في اليورو حققتها في يورو ألفين ويورو ألفين وتمانية والمرات التالتة اللي بيكسبوا فيها التلات مباريات فدي بعض الأرقام من دور المجموعات جميل طبعا كلنا عايزين نعرف أو خلاص يعني باستكمال الجولة التالتة من دور المجموعات خلاص الستاشر فريق اللي وصل لدور الستاشر نعم خلاص عرفناهم وكمان اتحدثت المباريات يعني تعالك كده أنا وانتا نشوف ترتيب أو المجموعات لدور الستاشر اللي ان شاء الله المباريات تبدأ يوم السبت القادم بداية طبعا دور النوك اوت اول طبعا المجموعة المجموعة الاولى طبعا ايطاليا طبعا بتسعة نقاط وويلز باربع نقاط وسويسر طبعا كثالت تأهلت ليه الدور الستاشر اعتقد يعني ترتيب منطقي طبعا طبيعي واحنا قلنا حتى المجموعة دي ربما بنسبة كبيرة هتأهل منها أفضل فريق ثالث لان ويلز بوجود جاري سبيل برضو بيديها قوة وكننا اتمنى برضو بصراحة لفندوفسكي يدي نفس وامانة يدي نفس القوة البولندا بس كنحظهم بصراحة على السيء جدا فانا اعتقد نتيجة او ترتيب منتخبات المجموعة الاولى ترتيب منطقي ربما يكونين من فاجأة طبعا يعني عند تركيا زي بالزبط ما قال هينشوز في الفقرة في زوم مع حضرتك فعلا منتخب التركي بيجي في التصفيات يعمل أداء أكثر من رائع ويجي في النهائيات يعني يفاجئ الناس بأداء أكثر من سيء طيب نروح للمجموعة التانية نعم مجموعة بي وطبعا المنتخب البلجيكي بالعلامة الكاملة تسع نقاط وعندنا تلت فرق تلت نقاط الدنمارك تلت نقاط فنلندا تلت نقاط روسيا تلت نقاط أبصرها على المستوى الشخصي كنت أتمنى يعني تأهل المنتخب الروسي ولكن الدنمارك يعني ممكن نقول ايه بجد يعني خافهم الدنمارك ليه؟ لأن الدنمارك بتيجي كده بتعمل حاجات في اليورو بتبقى غريبة جدا راحوا ببيت وقعدوا وحصل مشاكل سياسية عند يغوزلافيا هوب الدنمارك اشتركت وكسبت طيب المرة دي هي اشتركت قريدي حصل طبعا موضوع بتاع أريكسين في أول جولة خسروا أول جولتين وخلاص الكل قال الدنمارك قابقى وصينا أو قادنا من الخروج من بطولة بتكسى وبتتأهل وصيف كمان بتأهل حتى مركز ثالث فهي المجموعة دي فعلا ما طلاش منها أحسن توالت يعني نعم بالضبع مجموعة غريبة جدا بس طبعا اعتقد ان الدنمارك يعني لما بتمشي في السيناريو ده على المنتخب يعني اللي هيقابلها ان شاء الله في الجولة الجاية يقلق منها شوية طيب نروح للمجموعة سي أو المجموعة التالتة اللي طبعا تصدرتها كمان هولندا بالعلامة الكاملة تسع نقاط يليها المنتخب النمساوي بين ست نقاط ومنتخب أوكراني وحقف عند منتخب أوكراني اللي هو كان يعني أنا مبارحة اعتقد كان منتظر نتائج الغير لكن طبعا تأهل كأحسن توالد مكدونيا الشمالية بزيرو من النقاط طبعا تصدر المنتخب الهولندي في وسط هذه الأسماء تصدر منطقي وطبيعي ما فيش قدنا مشكلة وبرضو مكدونيا الشمالية ما عدكوش حد كمتوقع منها أي شيء ويكفي طبعا تكريم باني ديف للجهد اللي قدموا مع المنتخب يعني طوال هذه السنوات المنافسة طبعا كما بين المنتخب النمساوي ومنتخب الأوكراني النمسا بصراحة قدمت مباريات مميزة جدا وارناتوفيتش عمل مباريات قيسة وحتى برضو يعني دفاعيا قدروا يصمدوا قدام أوكرانيا راح بالضغط الشديد في الدقائق الأخيرة من شهوط التاني فأعتقد تأهل مستحق لمنتخب النمسا وتأهل قمانا أعتقد مستحق لشيفشينكو طبعا المدير الفني لأوكرانيا طبعا بأقدام الآخرين لكن صعوده كأحسن توالد طيب نروح على المجموعة الرابعة نعم المجموعة دي اللي طبعا تأهل منها المنتخب الإنجليزي أول كرواتيا ثاني منتخب الشيك أحسن توالد وأس اسكتلندا بنقطة من ثلاث مباريات طبعا يعني المنتخب الإنجليزي هو اللي حط نفسه في المعضلة شوية في الجولة الثانية لما تعادل مع اسكتلندا وبعض الشكوك يعني كانت عند الجماهير وفعلا كانت انتقادات كتيرة من الإعلام الإنجليزي على فريق ساوتجيت سترلينج مقدمه مباراة مميزة جدا وبيساعد فرقيته في كل مرة هو البطل الرئيسي في الماتشين اللي كذبوهم بهدف وحيد كرواتي أعتقد أبرز ما قدمه في المجموعة هدف مودريتش هدف مودريتش بصراحة في الجولة الأخيرة كان يعني أكثر أكثر من رأى في مرمى المنتخب الإسكتلندي وأعتقد احنا كلنا مبسوطين أن احنا هنشوف كرواتيا في دور الستاشر رغم البداية ربما كانت سيئة بالهزيمة قدام إنجلطيرة في الجولة الأولى طيب نروح للمجموعة الخامسة طبعا وتتصدر هذه المجموعة السويد بسبع نقاط أسبانيا بخمس نقاط سولفاكيا ثلاثة وبولندا واحد وأعتقد قبل البطولة ما تقدرش تقول إن الترتيب المجموعة كده مستحيل كنت تقول إن المنتخب الأسباني يبقى يعني في الصف الثاني أو المركز الثاني بعد المنتخب السويدي ده صحيح يا كابتن هاني والغليب كمان الفرحة العارمة اللي كانت عند لويس إنجل المبارسة أهلة جدا قدام سولفاكيا ويكسبوا 5-0 بس يا كريم خلاص كان ممكن ممكن يخرج صحيح صحيح بس يعني دايوة دي برضو يا كابتن هاني إن المدير الفني مش واقف على الأرض أوي يعني هو واضح إن هو الأمور بدأت تخرج هل يسته في عدم ثقة شوية؟ آه طبعا طبعا الفرقة عندهم مشاكل رغم هم ماتش سولفاكيا جابوا أهداف جميلة جدا والحد ما المنتخب لعب يعني بشكل فيه تيكي تاكا شوية لكن بصراحة واضح جدا ويس إنريكي مش واصق في الفرقة بالدرجة الكبيرة ولكن خلاص الفريق صعد للدور القادم وحتى هاخد تصريح لويس إنريكي قال إن إحنا خلاص كده خلنا في سكة نحن ناخد كل مباراة كل دور بمباراة على حدة ونشوف هنقدر نوصل لغاية فيه طبعا كان مهم جدا كمان يكسب بعدد كبير من الأهداف المنتخب الأسباني لعودة الثقة نروح لمجموعة الموت المجموعة الستة ومجموعة أعتقد كانت أكتر من رائع مباراة على مستوى عالي جدا في الآخر طبعا تصدرها لمنتخب الفرنسي بخمس نقاط بس بطل المنتخب الألماني أربعة البرتغال أربعة المجر نقطةين هو بطل المجموعة فوجة نظر المنتخب المجر ناخده بالتعلوم المنتخب المجر هو اللي شقلب حال المجموعة دي بتعادله الأول مع فرنسا محدش كان يتوقع خالص أن المجر ممكن تصمد قدام فرنسا ورغمها سبحان الله يعني قدروا أن هم ياخدوا نقطتين خدوا نقطة من فرنسا ونقطة من ألمانيا واتهزموا من البرتغال في آخر خمس دقائق يعني الفريق صامد طوال خمسة وتمانين دقيقة وجي أخير الخمس دي فعلا ما فيش أي تركيز وفجأة مونية مرمى بثلاث أهداف متتالية فأنا بشوف هو منتخب مجر هو كان صاحب الكلمة في المجموعة دي منتخب ألمانيا ييجي وراء أنه هو يعني تلعسم في المباراة الأخيرة مباراة برضو أعتقد مفروض كمنتخب ألماني أعتقد المنتخب الألماني كان لازم يعني ياخد دارس كوي اسم الماتش فرنسا وما يسيبش لمنتخب المجر يعني إمكانية نو يعمل مفاجأة خصوصا في الجون التاني الجون التاني بصراحة كان سيء جدا جدا من ماما نوير خروج خاطئ كالعادة يعني الأخطاء دي بتتكرم من نوير في الفترة الأخيرة حتى من ساعة ماتش أسبانيا اللي كان في نوفمبر واتغلبوه 6-0 فأعتقد في الآخر الحمد لله نحن شوفنا فرنسا وألمانيا والبرتغال في دروس 11 وكان صعب يعني واحد من الثلاثة دول يخرج كلنا طبعا اتعاطفنا مع منتخب المجر وكسب احترام العالم لكن كان البطولة كان عينقصها يعني وما كانش فيها البرتغال والألمانيا والفرنسا كان نحسر كتير